في كل موقف بيحصل وكل قرار بيتاخد في البلد دي بيتأكد ان السيسي شخص مريض منتزع السلطة مهوس بالاستعراض وحب الزات عاشق لللقطة ولو الشو حتى ولو على أجساد الناس السيسي عنده استعداد حرفياً يتاجر في أمه حرفياً عشان اللقطة وانا ما بقولش كده من عندي افتكروا كده ان السيسي حط أمه جثة في التلاجة لغاية ما يخلص احتفالات تفريعة قناة السويس لو انتو مش فاكرين القصة دي احنا نحب نفكركم بيها زي ما قال محمد علي المقاول كده محمد علي الواصل فتح أجل إعلان موت والدته لتزامنه مع حفل افتتاح قناة السويس حط أمه في التلاجة أمه أمك ثم أمك حطها في التلاجة لأنه عايز يلبس بقى اللبس بتاع حسب الله السادس عشر ويطلع يعمل فيها انه الجنرال عبدالفتاح السيسي يبدو ان السيسي رجع تاني يعمل نفس المشهد ويرقص على جسس الموتة ويتاجر في الدم عشان برضو ياخد لقطة أحدث دليل على كده هو اللي حصل انبارح وبعد الثلاث تيام تقريبا من حصول كارسة ليبيا اللي بدأت يوم الحد اللي فات كان انبارح قرار السيسي بإرسال مساعدات ومعدات انقاذ وعمل احتفال ضخم جدا ومشهد كارنفالي لهو وقته ولا له معنى الا ان الراجل بياخد اللقطة حضرات السادة نتفضل على الكارنفال بتاع السيسي رغم كل الظروف قبلة العرب حاضنة لهم بشعبها وجيشها في الملمات قبل أوقات الفرح وقد استمع السيد الرئيس لشرح مفصل عن معدات الدعم والإغاثة على يمين نقطة المشاهدة تصطف خمسين عرب اسعاب بينهم عشرين عرب فور وجهزها عناية مركزة بالإضافة إلى ثلاثين عرب جزيل للإخلاق الطبي أمام نقطة المشاهدة وإلى اليمين تصطف خمسين عرب حوية محملة بمستشفى بيداني بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية أمام نقطة المشاهدة وعلى يسار ويمين خادة العرب تصطف مئة وعشرين مؤدسين تخيل أن في اللحظة عدد الساعات اللي ضاع اللي ضاعت في الحفلة دي في ناس بتغرق دلوقتي في ليبيا في ناس بتصوت في ناس مش يعني كل دقيقة تفرق معاهم في ناس تحت أنقاض وهو جايب مشهد احتفالي وقاعد في النص كده عشان كل الساعات دي كانت تنقذ أرواح وهو بقى في القصة دي هو عامل الفيلم ده عشان يمسك الحديدة ويرمي البؤين عن المسترال فخر الاستيراد المصري اللي بعتها عشان تكون مستشفى ميداني لإنقاذ وطبعا ما يمنعش ده نحط موسيقى مؤسرة هنا في اللقطة دي عن التضامن العربي في آخر كلمة لزوم بس ايه التأثير العاطفي على البهايم نشوف كده فيه إجراءة بتتعامل بمتاح لدينا من بيانات ولو فيه أي حاجة تانية برضو حالبها بسرعة والمصابين على المستشفى سواء كان المستشفى الميداني دي أو المستشفى اللي موجودة في حمالة التغيرات المسترر وإحنا أصدنا نبعت معدة قادرة على أنها تدير أزمة من غير ما تكون عبقة على الدولة المضيفة أتمنى أن نقدم لأشقائنا الدعم ونتمنى لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الأزمة الكبيرة أشكركم برة تانية شكرا جزيلا وهنا أتلاقي حد يقول لك وإنت إيه مشكلتك يا حج ده تصرف كويس يا راجل الراجل بيساعد الأشقاء في ليبيا أنا أقول لك ما عنديش مشكلة خالص وده شيء عظيم وليبيا تستحق مننا قد كده ستين ألف مرة لأن الحقيقة ليبيا يعني لها فضل على عشرات الملايين من البيوت في مصر بس وهالسؤال يعني هو لازم كان الشو ده كله يعني كان لازم يعمل الشو والحاجات دي ويقعد والنظارات والجهزة ما تبعت لو أنت مخلص أو ما تبعت ليه الحفلة ولا دي دعاية انتخابية هي دعاية انتخابية هي دعاية انتخابية على جسس ضحايا الكرسة على فكرة للأخ اللجنة اللي يقول لك انت ايه مشكلتك على فكرة فيه 12 دولة بعتوا مساعدات لليبيا ما شفناش فيهم مسؤول أو رئيس طلع عمل الكارنفال ده 12 دولة بعتت مساعدات لليبيا ما شفناش دولة فيهم طلع المسؤول فيها ووقف وكل أخن لبناني أخي وكل أخن أوروبا ما شفناش القصص دي خالص الدول بعتت وانتهى الموضوع ما فيش الحفلات دي ما حدش فيهم طلع ياخد اللقطة طيب بلاش دي خالص هو انت لما انت عامل ذكر قوي كده ومنقذ وفاعل خير تم تساعد المصريين هناك الأول ده حتى الجار قوي لا بتشوفها يا راجل انت يا سيسي قلبك قلب خاصية قوي ومهتم كنت اهتميت بأبناء المصريين اللي في ليبيا اللي انت أصلا ما تعرفش عددهم كام في ليبيا لدرجة ان الست المسؤولة بتاعتك بتاعت الهجرة ثلاث قلت والنبي انا ما اعرف هم تلتمائة الف ولا ربعوية يا خد يا واد الحاجات دي بقى سوها الجندي عندنا وزارة هجرة بقالها سبعين سنة وعندنا الناس بتروح ليبيا ما فيش تهريب بقى لان دي قوات حفتر قوات حفتر اللي مسكها الشرق الليبي يعني كل مصري ده خل ليبيا متسجل طلعت سوها الجندي تقول والنبي احنا ما نعرف هم هناك تلتمية ولا ربعمائة الف اسمع احنا عندنا اديه في ليبيا تقريبا السيد الوزير هو وفقا حضرتك لي يعني منظمة الأمم المتحدة للهجرة والمنظمات الأممية اللي عانلت فيه في ليبيا فإن الجانب انتفاق العام في ليبيا في حدود 750 ألف أجنبي غير ليبي 750 ألف مواطن غير ليبي أجنبي غير ليبي تمام فلو احنا افترضنا ان نصدول بحالهم مصريين فإحنا بنتكلم على في حدود 350 ألف لربعمائة ألف مصري أي بس بس ايه شكل غير شرعي بيروحوا زي بشكل قيت لك 350 ألف إلى ربعمائة ألف يعني فيه 500 ألف النص كده نفس بشرية الست ما تعرفش الست ما تعرفش إذا كان في عدل المصريين كان هناك والسيسي عامل استعراض والمسترار رايحة تاني حاجة أصلا انت ما عملتش أي حاجة مع المنكوبين المصريين اللي لحد بوقتي مش عارفين عيالهم أحياء ولا أموات زي بيقول الراجل ده ان قريته طلع منهم 75 جسة اسمع بلد طلع منها ألفين ألفين واحد طلعين يمكن رجع منهم 75 ونفادي ما نقرش عن المحاول ولا فيه تواصل ولا فيه أي حاجة هلين تعرفين حاجة من رايح بلد طلع منها ألفين رجع 75 جسة بس وانت قاعد بقى تتأمع وعربيات إسعاف وحاجات عشان اشتقيق يا ليبيا ألفين ما نعرفش عنهم حاجة رجع منهم بس 75 الناس بتسرخ وبيسألوا تذكر الحنين اللي مجغل باللقطة فين الناس المصريين اللي ماتوا الشباب دول أهليهم بينجدوا المسؤولين لمساعدة مئات الشباب يا عمي مئات الشباب المصابين في ليبيا اسمع استوعى يا سيد عفتاح السيسي إبتوا المخابرات مع الجنس الزبابية أنا فرق نس 15 واحد معي خلاصة جسة فنرجوكم انجزونا ودعزونا الموضوع بدأ لكم عمد للجمال ودعزونا العملية لإني الجسس بدأت لحيطة بطلع سيّل حيطة تلعزش بدأت والوجوه تغيرك مش عارفين عن الوجوه بتحيطة لو هتساعد يا عبد الفتاح ساعد المصريين الأول يعني شوف المصريين اللي هناك اللي ملقاحين اللي مرمين محتاجين بس يا راجل ده حتى الجسس حتى الجسس اللي بتوصل الإخوة في ليبيا بيوصلها للحدود والسيسي حاجزها عشان معهمش ورقة ناس بيوتها غيرقة قرى كاملا جرفت في البحر والسيسي المسؤولين عنده بيسألوا عن الجسس مش هيدخلوا جسة من غير ورقة اتفرج ودواتي محجوز يعني ومحجوز حيان هو أربعين واحد في زم الأم طب انت بتقدم استغاثة يعني ماناشي ده ودخلهم البلد ولا هترجحهم ليبيا ومش عايشينهم ولا هاي جفع ماين ده حصل من بارع من أمس من أمس الساعة تسعة دليل قل للأستاذة سوعة الجن الجندي بتاعت الهجرة الدين جسس قعدة في الحدود مش عايزين يدخلوها عشان ورق المصريين لا فيه صفرة بتساعدهم ولا خارجية ولا وزارة هجرة ولا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وطالع واحد من الأهالي يفوض أمره إلى الله بعد ما استغاز بالسيسي مش عافلون لن أصوأهم بأي قاسين ولا بأي طريق أولاد أطفالنا يJack Team الحريب وطالع جايب وحصلنا سيادة الرئيس نشك المين يا سيادة الرئيس إين الحكومة المصرية في السفارات المصرية في السفارات المصرية الممواجم المئة يعطل بين أمواج تريد طريق بره مش حالط ليش لمش عافل لن وصلهم مش حالط ليش لمعملوا سيادة الرئيس أكتر المسؤولين قرية شريفة لمرة سيادتك رائز رائز الرائز رائز 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 الفيادان شباب رائز رائز شباب جاهز تفتح بيوت لبنى مستقبل زائز22 نمحة بسر فوت الامر لله الناس هجت من بلد موحولة في كل حاجة وزعيمها المريض بيعمل انه يعني الرجل مجهول باللقطة وبتبرئة نفسه من اي مسئولية زي ما بيقول الكاتب الصحة في جمال سلطان اللي بيقول الديون تركبت على الدولة ووصلت لمية 65 مليار هي 70 مش انا ده اللي انتوا اللي عملتوا في يناير 2011 الاقتصاد النهار والبلد خربت ولا يوجد ما تنفقه على التعليم والصحة مش انا ده بسبب حرب اوكرانيا الجنيه تنهار والتدخم انفجر والغلب يهلك الناس مش انا ده بسبب وقت كورونا اني شريان الحياة بيضيع بسبب صد النهضة مش انا ده بسبب ما جرى في يناير المصريين بيجوعوا وبيهربوا خارج البلد بحثا عن حياة وكرامة مش انا ده الشعب هو اللي بيكلف كتير اول حاكم لمصر لا يريد ان يتحمل مسؤولية اي شيء تجاه الوطن الراجل طالع يعمل اللقطة انتخابية على جسس المصريين مفيش مساعدة الليبيا اقعد صدق الكلام تب ايه دليلك الدليل في رأيي اللي يأكد لك ان السيسي الطالع يستعرض بس بمساعدات ليبيا وياخد اللقطة انه بيجوعوا كده لله والوطن الدليل اكيد هو اللي حافل بقى بالليل الجوءة اللي طلعت بعده تغني نفس اللح بطبعا بتوجيه من عباس كامل كل اجهزة الدولة طلع على نغمة واحدة السيسي بطل لو لاكوا اننا روحنا في داهية المؤسسات كلها طلعت اني مشاريع البنية التحتية العمال على السيسي زي القطار الكهربائي بتاع مش عارفية والمونيريل كل حاجة في الدنيا بص السيسي انقذنا حمانة من الكوارث الطبعية ده الدليل اكبر بقى خد ادي اول حاجة التخطيط مشروعات المترو والقطار الكهربائي والمونيريل ساهمت في الحد من اثار التغييرات المناخية الولايه دي اللي بيقولوا كلام ده اكشفوا عليها جماعة بجد والله اكشفوا عليها ايه علاقة المونيريل بالتغييرات المناخية معلش يعني القطر الكهرباء ايه علاقته في انه ساهم من الحد يا جماعة اكشفوا عليها الناس دي اكشفوا عليها الناس دي الاعلام اشتغل وطالع ينفق في قدرات مصر في الانقاذ في عادي السيسي وقد ايه قلب وقلب خصايا وحاسس بمعاناتكم اسمع اللي دي بلدكم الكبيرة اللازم تبقى شيفها كده وروح واشوف اهلي وقابل اهلي وعز اهلي واطمن عليهم سيادة رئيس كده هو واحد منكم والله واحد منكم مش بالكلام انا بقول بالافعال واحد منكم وسامع صوت كل واحد فيكم ونداء كل واحد فيكم وعايز اقول لكم النهاردة اللي بيتعمل ده بيتعمل عشان بيتحاول انقاذ ما يمكن انقاذ المشكلة هناك مفيش امكانيات كبيرة انت تروح بامكانياتك كدولة كبيرة كجيش كبير اكبر جيش موجود واحد من اكبر جيش النهاردة في العالم فعندك هذه القدرات قدرات دولة مصرية انت عندك القدرات الشاملة قدرات الشاملة اللي هو في اي وقت شد رئيس مبارح قاعد مع قيادات قوات المسلمحة اجهزوا شوف النهاردة تشوف ده مين يقدر يعمل ده يعني مبارح التكليف النهاردة تجد هذا للصفاف اللي قدام حضرتك ده هاو 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 واشتغل اعلام السامسونج على نفس النغمة السيسي البطل سحب مقولة مسافة السكة تفرج جدا اهلا بحضراتكم مسافة السكة شعار رفعه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه لرئاسة الجمهورية للتعبير عن توجهات مصر لدعم كل ما هو عربي خاصة في ظل الازمات وهما ظهر جليا في ازمتي الاثار في ليبيا والزلزال في المغرب وقبلهما في سوريا السيسي البطل نشوف بقى منشتات السيسي البطل مسافة السكة يلا بيه اللعب يا بيه قيادي بمستقل مسافة السكة منهج مصر الدائم في مساندة الاشقاء العرب عند الشدائد اللي بعده مسافة السكة بسمع واهبة عن دعم السيسي لما بيقعد بينفز انت عارفة كده متأكدة من ده يعني انت قادرة مسافة السكة السيسي يوجه بتجهيز المسترال للعمل اللي بعده مسافة السكة احمر التايب وموقف مصر السابت اليوم السابع ايه اللي بقى يا جدعان في ايه مصر مسافة السكة من ضحايا مسافة السكة مسافة السكة عشان تعرف وتتأكد ان عباس بعت ان احنا نعمل دعاية على جسس الليبيين والمصريين شوف كم مسافة السكة شوفت الهيسة اللي طالع شوفت الاركستر الكبير اركستر الدجل تجار الدم على مأساة الشعب الليبي وعلى جسس الليبيين والمصريين طالعين يقولك مسافة السكة وغن يا ولا ده على فكرة ما ننساش كمان رجال الدين اللي طلعوا اشتغلوا وطلعوا يقولك احنا لازم ننحني للسيسي اللي حلنا يعني حاجة عظيمة اسمع اخوة خالد الجندي كده فلما ربنا يكرمنا برئيس قاعد الراجل عمال يصلح ما خربه الاخرون وما طرك لمدة ثلاثين اربعين سنة يعني لازم يكون عندنا برضو مخ وعقل وبنفكر الأمور بشكل وبنصبها صحيح هتقعد تقولي بقى تطبيل كلمتين الشهيرين نفاق تطبيل يخلينا نرفع القبعة احتراما وانحناء وإقرارا إقرارا بأنه هذا الرجل اللي عمله في الوقت القياسي ده كان شيء ضروري كنا محتاجينه للغاية وما زلنا محتاجين للمزيد ولسه الرحلة ما انتهتش ما شو حياة كريمة اللي اتطورت في القرية يا جماعة ده في قرى في دول أخرى وبيدت دليت اتمسحت سفيني اتمسحت راحت بسبب ايه بسبب عدم الاشترافات البناء عدم الالتزام بقواعد بأي سبب بقى بس في النهاية حتلقى ان البنية الإصلاحية كانت محتاجة لها عادة نظر وبعدين وبعدين والتفاف حوالين قيادة سياسية واحدة خلى البلد تنجو من مخاطر في منتهى الخطورة إنما البعض بيحاول إن هو يشتت انتباهك ويشت هو مسموش تطبيل يا شيخ خاد واسمه تقريص انت بقى تصرف مع الجملة ده مش تطبيل انت عديت انت معا لكن طلعت ناس ردت يعني على الناس ده على ما فيش منطق ولا علم ولا سياسة وطلعت ناس ردت زي الاساس خالد جمال عيد رد على خالد الجندي إله التقريص عند اليونانيين وقال له قال له الكلام ده قال هذا رجل أعرفه من 2005 لم أسمعه ينطق يوما كلمة حق هذا رجل يزايد بأزمة الأشقاء في المغرب وليبيا ليتملق النظام هذا رجل نغجل منه بالكذب نطق وعن نفسه فقط ينطق أنا بس عايز أقول له الأستاذ جمال عيد بس الأول حد يقوله إن فيه قرية واحدة دفنة 75 شاب في يوم واحد متهجرين ببلاش بسبب إن معهمش وسطة يتطوعوا أو يخشوا حربية عشان يعيشوا حياة كريمة ما عادوش ليه يأكلوا أسفلته وكباري وطرق السيسي وقبلهم 250 شاب غرق في مركب هجرة الناس بترد على هذا الأفاق المفروض كلامك العكس يا شيخ المنافقين الكوارث الطبيعية تهدم الحجر والأسمنت ولا تهدم الفكر والعلم أمريكا يحدث عندها عصير كل عام ولا يموت هذا العدد الاستثمار في العلم والصناعة أفضل من استثمار في الكباري والطرق اللي ممكن تنهار في لحظة كما حدث في ليبيا رجعني بقى لأستاذ جمال عيد أستاذ جمال إنت ليه زعلان ليه زعلان أنا عين نفسي أعرف أستاذ جمال عيد إيه اللي مزعله إذا كان خالد الجندي بيفتري على ربنا عشان يقرس للسيسي زعلان إن هو على جثث الأخوة في ليبيا بيقرس للسيسي يعني ده ناس استخدمة القرآن الكريم والأحاديث والسيرة النبوية العطرة استخدموها عشان يقرسه طبعا أنت عايز إيه أستاذ جمال يعني يعني الراجل عدى البراميل إيه جسس يعني بتاع الإخوة في ليبيا إنت تفتكر واحد ما خافش من ربنا وافترع على كتابه هيعمل حساب لليبيا إيه يا أستاذ جمال ما تسعلوش قوي من الراجل ده يا جماعة الراجل ده معدي الراجل ده معدي ده الملح دحلة منه الراجل ده معدي يا جماعة الراجل ده بيستخدم القرآن والسنة والأحاديث عشان يأيد هذا النظام ويديله شرعية وبعدين ما عليش إذا بعد سباك من الناس دي ما يمكن فعلا الطرق والكباري والمشروعات الفضيعة لحد قول المؤرس خالد الجندي ممكن تكون أنقذة مصر لقدر الله من كوارس ده اللي حصلت في لبي لي يا جماعة ما تقدروش النعمة اللي إحنا فيها دي ده سؤال منطقي خلينا نرد بقى على عباس كامل اللي مشغل خالد الجندي أنت بتقول وعلى الأخت هالة السعيد اللي قيت لك المونيريل حمانة من تأثير المناخ نرد بقى على الناس دي بقى كده ما تيجي نبص جوه في مصر لما نزلت شوية أمطار مش دانيال مش الإعصار دانيال شوية سيول مصر كتعاملة إزاي مصر كل سنة يا شيخ خالد وخصرها فيك كلمة شيخ والله مصر كل سنة يا خالد يا جندي بتغرق من شوية مطر بيقعد ساعتين شوية مطرة بتقعد ساعتين مصر بتغرق وبتنهار فيها الطرق وبيموت فيها بشر من شوية مطر مش إعصار ده أمريكا بتقعدش تقف قدام الإعصار ده كان إعصار بتاع ليبيا ده كان إعصار مصر بقى ساعتين ثلاثة مطر بتنهار الطرق والكبالي والدني أقول لك الحاجة أقربها في أكتوبر اللي فات بعد ما قالوا صرفنا سبعة تريليون على الطريق غيرت الطرق والدني أفكرك يا شيخ خالد تكن معاك كده تجمع الخامس ترجمة نانسي قنقر ده يا شيخ خالد يا جندي أنت واللي جان بتاعت السيسي مصر من ساعتين مطر مش من إعصار إعصار دانيال ده من ساعتين مطر وفين؟ في التجمع الخامس والمؤطم طيب خالدنا أفكرك بمحافظات مصر بقى اللي البنية التحتية سبعة تريليون خد كده أدي الموشن ده بتاع الناس اللي غيرت أدي التجمع الخامس الشبرة المنصورة أو السين الفشل تحياتنا للفشل بقى يا جماعة زاوية الجدامي تفرج أهو في القاهرة شبرة ومحافظة إليها المنصورة وبعدين بس تفرج 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 على الصور تفرج يا خالد يا جندي في المنية زاوية الجدامي أو الجدامي أو الجدامي في الجيزة أوسيم مصر الشاب صعقا بالكهرباء في أوسيم يلا يا خالد يا جندي إيه رأيك ده كان في أكتوبر اللي فات يا خالد ده كان في أكتوبر اللي فات اللي هي مشاريع البنية التحتية سبعة تريليونات ده حتى الطرق يا راجل اللي كانت لسه معمولة واللي تصرف عليها على حد تعبيره هو سبعة تريليونات انهارت من شوية مطرة أفكرك كده بشارع قناة السويس في المنصورة حصل فيه إيه؟ أتفرج أتفرج في مدينة المنصورة مدينة الأكشاك حاليا جزيرة الورد سابقا عمل المطباط أول أمس حجزت مياه المطر اليوم حد يصح المحافظ ورئيس الحي يقول لهم المنصورة غرقت وشارع قناة السويس اللي لسه مصروف عليه 31 مليون جنيه غرق أين بلعات تصريف المياه؟ جاتكم 60 واكسة اللي بعده في المنصورة بعد أول ساعة مطر شارع قناة السويس في المنصورة تكلف واحد تاتيم وتم تقفيبي اللي قاتل يرضي ربنا ده يعني تفرج اللي بعده ده المنصورة بس ده شارع واحد بس ده أنا عايز أقول لك اسكندرية كانت بس عشان ما عندناش وقت يعني اسكندرية كانت الناس ماشية بمراكب يعني ده المنصورة من ساعة مطر تفرج الصورة هي ساعة مطر بس هي ساعة واحدة مش سيول مش اسمو ايه ده مش اعصار ساعة مطر بس أين البنية التحتية ولا أعرض لك بقى يا أخي خالد فيديوهات اسكندرية ايه رأيك انت والأستاذة هالة السعيد الوزير اللي قيت لك المونريل والقطار الكهربائي أحد من تأثيرات المناخ نعرض لكم الفيديوهات موجودة نعرض لكم جسط الحصان اللي كانت مرمية في القاهرة في شوارع القاهرة وعيمة علمية كده ولا نعرض لكم الأطفال الناس اللي ماتت بالكهرباء من العواميد النور من ساعتين مطر مش اعصار ايه سعى لكده كل حاجة حتة في مصر حالات وفيات من أمطار وسيول وغرق مناطق إراقية زي التجمع و أكتوبر تفضل تسع وفيات وتعطيل دراسة وغرق بالشوارع ده الوطن توابع تماجر بين ساعدة كان سنة كانبا سنة تسعتاشر اللي بعده وفيات وتهدن مسجد بسبق أمطار غير مسبوقة في مصر اللي بعده مش أعصار وفيات جرائي الأمطار بالبحيرة والغربية الشمالي مصر اللي بعده ثلاث وفيات بسبق سوء لأحوال الجاية في مصر والإصابات كذا اللي بعده سنة سنة الخبر اللي فات ده كان واحد وعشرين الفين واحد وعشرين اللي بعده مصر خسائر بشرية ومادية من التقصي السائل المسؤول تلات وعشرين يونيو تلات وعشرين تفرج تفرج يا شيخ خالد ماذو ربنا احنا بص اللي عملوا السيسي أنقذ البلد ساعتين مطر ساعتين مطر بص بقى يعني الطرق والكبالي والسبعة تريليون اللي قالك صرفناهم على البنية التحتية وراحوا له بطور بطون تجار الجيش ما أنقذوش مشروع لحاجة يا حضرات احنا قدام لقطة انتخابية بامتياز بيحاول فيها عبدالفتاح السيسي أنه يقف على جوز أشققنا في ليبيا والمصريين ويعمل سطارة جديدة سطارة جديدة زي اللي بيقول عليها لبسوز أحمد باقي الدين أنه في السلطات الغير مشروعة دي اللي معندها الشرعية بيبقى الانتخابات والبرلمان والحاجات دي ستاير يخفي بها عورته ويخفي فشله في توفير حياة كريمة أو كويسة المصريين ويبرر فشله وبشروعاته الفشلة لكن عارف اللي بيعمله السيسي ده مش بعيد عن ليبيا لأنه نموذج السيسي في ليبيا هو حفتر طالعا عمل نفس الحركة ووقف على جسس الليبيين برضو بيتاجر بيهم ويستعرض على الجسس دي فاللقطة اللي بيأخدها السيسي في مصر دي هي زيها بالظبط أخوه حفتر بيأخدها طالع حفتر يوسي الليبيين في ديرنا اسمع كده الجنرال حفتر السيسي بيقوله اسمع إنها لحظات صعبة ومؤلمة مرت على المناطق والمدن والقرى الليبية في الجبل الأخضر التي تعرضت لهطول كميات غزيرة جدا من الأمطار وصلت ذروته على نسبة 400 مليمتر في بعض الأماكن هذا رقم لم يسجل عبر تاريخ ليبيا المناخي صاحبتها رياح هاتية أدت لوفاة الألاف من المواطنين وإصابة الألاف منهم وما زال البحث جاريا عن المفقودين الذين جرفتهم السيول القوى خلاص الراجل أقل لك هوا الراجل أقل لك الدنيا والحاجات تعرف بقى أن ده السبب في اللي ماتوا تعرف أنه حفتر الجماعة بتقدرنا كان عندهم ألم بأن فيه مشكلة جاية السيول جاية فطلبوا من قوات حفتر ومن حفتر نوم يهجروا المكان يخلوا المكان حفتر مرضيش بس أما ما يخفيه فهو محاولة للتهرب من المسئولية التي يتحملها هو رأسا حفتر رفض إخلاء ديرنا قبل السيل ما يظهر الاتنين بيتاجروا في ضحايا الليبيين السيسي بيتاجر باللقطة عشان يعمل سطارة جديدة عشان ياخد شرعية أو عشان يداري بيها عورته وحفتر بيتاجر باللقطة عشان الصراع الداخلي يركب على الترند رغم من الأخبار بتقول أن حفتر هو سبب كارسة ديرنا وأنه هو نفسه اللي منع خروج الأهالي من ديرنا قبل حصول الكارسة مش أنا اللي قلت الكلام ده ده التليجراف اللي قالته اسمع كده خبر أهو بص ما يصل أهو ده تليجراف ما يصل إلى عشر تلاف مفقود في ناة ليبيا حكومة غرب البلاد ساتورتل طائرات ومساعدات تحمل 14 طن من الإمدادات والحاجات دي إلى مدينة بنغازي شرق البلاد وقال جلال حرشوي المحل الليبي والزميل المشارك في المعد الملكي لخدم التحدة أن بعض التقارير تشير إلى أن طلب عمد الديرنا لإخلاء المدينة قد رفض من قبل أمير الحرب الذي يسيطر على الشرق وقال تشير التقارير إلى أن عمد الديرنا طلب من الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة بالقاسم حفتر الإذن بخلاء المدينة عندما ضربت العصفة لكن تم رفض ذلك وطلب الجيش من الناس بدلا من ذلك البقاء في منازلها لشان اللي بقول تخيل المشهد حفتر اللي رفض أنه عمد الطلب عمد ديرنا أن الناس تقلي ديرنا هو نفسه طالع مسك ورقة والحاجات والمصاب مؤلم طالع يمثل على جسس الليبيين ومن حفتر للسيسي يقل بلا تحزن تفرق تشير التقارير إلى أن عمد الديرنا طلب من الجيش الوطني الليبي تتابع لخليفة حفتر بإخلاء المدينة عندما ضربت العصفة لكن تم رفض ذلك تمثيل لسلطات غير شرعية أخيرا بقى بعد ما اقتنعت أن اللقطة حتلوا اللقطة الأونية اللي عملها السيسي والنبي يابيبو اللي هي وقاعد في وسط الجيش وبيستعرض القوات اللي رايحها تنقذ ليبيا أنت لو ما اقتنعتش أن دا اللقطة وش هو عامل السيسي بقى أنت عندك مشكلة في دماغك اللقطة دي شو مش أكتر الراجل عايز يدي نفسه مشروعية أن هو راجل ضكر وبيساعد الناس ولو ما اقتنعتش بالكلام دا ابقى أسمع كلام خالد الجندي ابقى أقرى المنشتات عن مسافة السكة عشان تعرف أن عباس كامل وأن السيسي استغلوا حادثة ليبيا وكارثة ليبيا عشان يركب عليها السيسي أخيرا بقى السيسي عايز يطلع من الشدة كله بمصلحة وسبوبة في سبوبة في ليبيا في لقم مطارية في ليبيا دا بقى الحاجة اللي انت ما تعرفهش لأن في ملايين اتحطت على الترابيزة لإعمار ليبيا بعد الكارثة دي في حوالي 446 مليون دولار لإعمار بلديات ليبيا المنكوبة مش أنا اللي قلت الكلام دا دا الدبيبة شوف الخبر دا تخصيص الدبيبة تخصيص 446 مليون دولار لإعمار بلديات ليبيا أنا متخيل دلوقتي السيسي وعباس كامل قاعدين مع بعض يقول له بعدين دا فيه ترى لملة منزل السبوبة دي ما تطلعش مننا ال446 مليون دول عايزين نلعف منهم 400 يقول له لاي عباس فيه شركات إيطالية وفيه شركات روسية عايزة تخش صح يبقى احنا على الأقل الهلومة دي نطلع منها بـ 200 مليون دولار إحنا عندنا معلم عندنا مقاولين في العاصمة الإدارية ماخدوش فلوس عايزين بقى اترى لملم فأنت تتوقع عادي جدا أنك تلاقي إبراهيم العرجاني وشركات الجيش رايحة تقسم في التورطة بتاعت ليبيا أيوة على حساب اللي مات مات يا سيدي مش مشكلة والحية بقى من الميت وبعدين ده في شرق ليبيا يعني حفتر يعني حبيبنا يعني اللي إحنا سقيينه إن دا لو قلة الأصل الخلاصة الشوية اللي بيعملهم السيسي دول متجرة خيصة جدا بألام الناس وبكوارسها عشان يعمل لقطة قبل الانتخابات ولو إنه حريص بجد كان بدل ما يبعت بسترال لإنقاذهم كان وفر لهم شغل في البلد وقبل ما يعمل استعراض لعربيات الإسعاف تجيب الجسس كان عمل مصانع تشغل الناس ومزارع تأكلهم الخلاصة حضرات بسيطة قوي في 12 دولة بعتوا مساعدات لليبيا لم نرى واحد فيهم أو مسؤول عمل الفيلم اللي عمله السيسي دا الخلاصة حضرات قالها أحمد بهاي الدين دي سلطات ملهاش شرعية وسائلك عايز تعرف اسأل نفسك الأسئلة دي هل أنت حاسس إن القوانين اللي بيصدرها السيسي قوانين خارجة من ضمير الناس وبتعبر عنهم إيه هو الشعور المصريين عن السيسي اللي بيحكمهم هل المصريين حاسين إن السيسي بيمثلهم بينتمي ليهم حاسس بيهم هل هم حاسين بغربة مع النظام اللي بيحكمهم هل المصريين حاسين إن السيسي معزول عنهم وإن الصلة بينهم وبينهم مش موجودة أعتقد الإجابات دي عندك إنت وبعد ما هتجاوب عليها الأستاذ أحمد بهاي الدين بيقول لك الله رحمه من خمسين سنة بعد ما هتجاوب على الأسئلة دي هتعرف إن الانتخابات والبرلمان والزيطة والزنبليطة اللي عملها السيسي دي كلها على حد تعبير أحمد بهاي الدين ستاير بتخفي عورات السلطة سلطة غير شرعية مهما أعرف في الحكم فهي سلطة بالقوة بالعافية ملها الشرعية